السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأكمل معكم الدرس الثاني من دروس الوحدة رقم واحد والتي بعنوان فاميلي افنتس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول من كتاب المنهج الجديد توب جول وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن vocabulary vocabulary تعني المفردات تعلمنا في الدرس السابق مفردات تتعلق بأفراد العائلة وفي هذا الدرس سنعطي وصفا بسيطا لبعض مفردات أيضا أفراد العائلة وقبل أن أبدأ بالدرس سنراجع سويا مفردات العائلة التي تعلمناها في الدرس السابق تعلمنا أن كلمة عائلة تسمى فاملي فاملي إذن فاملي تعني عائلة أيضا من المفردات العائلة لدينا جراند فادر جراند فادر وقلنا أن جراند فادر هو الجد أيضا لدينا جراند ماثر جراند ماثر جراند ماثر جراند ماثر هي الجد لدينا فادر فادر هو الأب ماثر ماثر هي الأم آنكل آنكل هو العم أو الخال آنط 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 هي العم أو الخال لدينا صن صن هو الإبن دوتر دوتر هي الإبنة كوزنز كوزنز هم أبناء العم أو العم أو أبناء الخال أو الخال سواء إناث أو ذكور جميعهم ندعوهم كوزنز لدينا جراند صن جراند صن هو الحفيد الذكر جراند دوتر جراند دوتر هي الحفيدة الأنثى أما جرون أبس وهم الأشخاص البالغين في العائلة ننتقل الآن إلى كتاب الطالب وسنفتح سويا page number 11 أي صفحة رقم 11 سنبدأ بنumber 3 هنا look and write look أي أنظر and و write تعني أكتب إذن علينا أن ننظر إلى هذه الصور نقرأ الجمل ونكمل الفراغات هنا في صورة number 1 this is my mom and dad إذن هذه أمي وأبي هنا في الصورة لدينا الأم والأب هنا الأم سميناها mom والأب dad أي mother and father they are my parents هم الوالدان إذن parents تعني الوالدين أو الوالدان number 2 this isn't my dad هذا ليس والدي إذن هنا نفينا أن هذا ليس الأب إذن من سيكون it's his brother إنه أخو إذن هو أخو والدي ماذا نسمي أخو الوالد نسميه my uncle uncle إذن هنا سنكمل الفراغ بأنكل وهو العم أو الخال my هذه هي زوجة العم أو الخال ماذا ندعوها my aunt is with him إذن خالتي معه في الصورة إذن في هذا الفراغ سنكتب aunt سنكمل في الصورة الثالثة إذن هنا كتبنا uncle وهو العم أو الخال وهنا كتبنا aunt وهي العم أو الخال هنا في هذه الصورة لدينا she has two kids هي لديها طفلان kids تعني طفلان her daughter is in pink إذن من الذي يرتدي ال pink أو اللون الوردي ابنتها إذن التي ترتدي اللون الوردي هي الابنة لذا سميناها daughter and hair sun is in blue وابنها يرتدي ماذا اللون الأزرق إذن هنا في هذه الصورة لدينا الابنة والابن الابنة نسميها daughter والابن نسميه son ننتقل إلى picture number four we have two grandchildren إذن نحن لدينا حفيدان grandchildren تعني الأحفاد هنا لديهم two grandchildren أي حفيدين our grandson is fifteen إذن الأكبر هو الحفيد الذكر وعمره خمسة عشر عاما ونسمي الحفيد الذكر ماذا grandson and our granddaughter is twelve إذن grand daughter هي الحفيدة الأنثى إذن هنا في الصورة لدينا الجدان grand father و grand mother هذان الجدان لديهم أحفاد الحفيد الأول وهو الحفيد الذكر سميناه grandson والحفيدة سميناها granddaughter في الصورة number five I like being with my family and with the grown ups مثلا هنا في هذه الصورة نقول أنا أحب أن أبقى مع عائلتي هنا لدينا العائلة من في العائلة؟ لدينا الأشخاص البالغين كلهم إذن and with the grown ups إذن هو يحب أن يكون مع عائلته ومع الأشخاص البالغين في الصورة لدينا الجد grand father لدينا الجدة grand mother لدينا الأم mother لدينا الأب father ولدينا العم أو الخال uncle والعم أو الخال aunt إذن جميعهم هم أشخاص بالغين نسميهم grown ups ننتقل إلى number four read the poem and circle the family members إذن علينا أن نقرأ read تعني نقرأ the poem وهي القصيدة هنا لدينا قصيدة وبعد ذلك علينا أن نضع دائرة circle تعني ضع دائرة على أفراد العائلة المذكورة هنا في هذه القصيدة إذن family members تعني أفراد العائلة سنقرأ سويا هذه القصيدة ونضع دائرة على أفراد العائلة families families إذن العوائل العوائل هنا الجمع من كلمة family we all have families نحن جميعا لدينا عوائل إذن we all have families families are the ones we love and care about إذن العوائل هم الأشخاص الذين نحبهم ونهتم بهم families are the ones we love and care about we love our grandma إذن هنا grandma هي الجدة grandpa هو الجد هنا نقولها بالعامية grandpa إذن grandpa هو الجد mom الأم and dad الأب إذن وضعنا دائرة الآن على أفراد العائلة المذكورة في البوام أيضاً من لدينا aunts العمات أو الخالات and uncles الأعمام أو الخيلان this is true هذه حقيقة إذن مرة أخرى we love our grandma grandpa mom and dad aunts and uncles this is true we love our sons and daughters إذن نحن أيضاً نحب أبناء الذكور و بناتنا الإناث and our friends وأصدقاؤنا أيضاً this is true أيضاً هذه حقيقة and we love our grandsons and grand daughters too وأيضاً نحن نحب من أحفادنا الذكور و حفيداتنا الإناث أيضاً families العوائل العوائل we all have families إذن نحن جميعاً لدينا عائلة families are the ones we love and care about إذن أيضاً العائلة هم الأشخاص الذين نحبهم ونهتم ونرعاهم ننتقل إلى number five read the poem aloud as a class إذن المطلوب من أن نقرأ هذه القصيدة معاً كصف واحد أي جميع الطلاب يقرؤون هذه القصيدة سوياً مع بعضهم البعض number six talk about your family المطلوب أن تتحدث عن عائلتك أنت كل طالب سيتحدث عن عائلته من لديه من أفراد العائلة وكم عددهم مثلاً هنا هذا الطالب قال I have two grandfathers and a grandmother أنا لدي جدان جدان ذكور وجدة واحدة هذا الطالب ماذا قال؟ قال I have a brother أنا لدي أخ a sister وأخت and two uncles وعمان كل طالب سيدكر من لديه من أفراد العائلة في جملة واحدة مثلاً طالب آخر ممكن أن يقول I have three uncles two aunts and three brothers مثلاً يعني لديه ثلاثة عمام أو خلان اثنان من الخالات أو العمات وثلاثة إخوة هذا كان بالنسبة لدرس اليوم سننتقل الآن إلى حل التمارين في كتاب النشاط والتي تتعلق بهذا الدرس سنفتح سوياً كتاب النشاط على صفحة one hundred twenty five أي مئة وخمس وعشرون سنبدأ بحل number three look read and complete then match ننظر إلى الصور نقرأ الجمل ونكمل الفراغات وبعد ذلك نصل حرف الصورة بالجملة المناسبة أي أن كل جملة هنا ستتحدث عن صورة معينة number one my daughter my daughter has a little brown cat it meows a lot إذن أختي لديها قطة بنية صغيرة هذه القطة ماذا تفعل؟ تقوم بالمواء كثيراً إذن meows تعني مواء أين الصورة التي تدل على القطة؟ لونها بنية هي صورة بي إذن سنضع هنا بي ونكمل الفراغ بكلمة cat وتعني قطة ننتقل إلى number two these are my هنا لدينا في الفراغ نحن لا نعرف أي صورة نتحدث عنها هنا شخص يتحدث عن أشخاص معينين ماذا ذكر في الجملة التي تليها؟ their names are قاسم and مها أسماؤهم قاسم ومها أي يوجد ذكر وأنثى في الصورة أحد ما يتحدث عنهم الصورة هي c إذن هذه الفتاة تتحدث عن شخصان أحدهم يسمى قاسم والأخرى مها ماذا قالت أيضا عنهم؟ they are forty and forty two أعمارهم أربعون واثنان وأربعون إذن الأب سيكون اثنان وأربعون الأم ستكون أربعون إذن هذان الشخصان ماذا بالنسبة لهذه الفتاة؟ هم والداها إذن سنكمل الفراغ بكلمة والدين وتعني parents parents سنقول these are my parents والصورة هي c number three number three our فراغ has long black hair إذن هذه لديها شعر أسود طويل إذن نتحدث عن من التي لديها شعر أسود طويل هي سورة D أيضا she's she's aunt's daughter إذن هي ماذا هي ابنة عمتي أو خالتي إذن تعتبر ماذا بالنسبة لي تعتبر cousin إذن سنقول our cousin إذن ابنة عمتي أو خالتي has long black hair لديها شعر أسود طويل number four بقيت لدينا الصورة A نقرأ سويا we have two إذن ماذا twelve year old أعمارهم إذن عشر عاما هم من سيكونون grand sons هم الأحفاد الذكور named أسماؤهم هي ماذا أشرف and بدر اسم هذا الحفيدان أشرف وبدر and a six year old هنا يوجد كلمة old grand daughter ولدي حفيدة عمرها ست سنوات named اسمها ماذا حنان إذن هذه الحفيدة تسمى حنان they are our sons children إذن هذه التي تتحدث وهي الجدة أو الجد تقول أنهم أبناء ابني أبناء الابن هم من هم الأحفاد إذن they are our sons children ننتقل إلى number four read and complete علينا أن نقرأ أيضا ونكمل الفراغات number one john's mom is amanda والدة john اسمها amanda and his dad is alix ووالده يسمى alix they are ماذا هم بالنسبة له ماذا نسميهم his parents نسميهم والدين والدين لهذا الطفل number two john has a sister john لديه أخت her name is melody واسمها melody john is his parents ماذا john بالنسبة لوالديه هو ابنهم إذن parents son and melody وملody تكون ماذا بالنسبة لوالديها تكون daughter and melody is her parents daughter number three john 's grandma john is named maria ismoha maria he is here whoo بالنسبة لجدته ماذا يدعى يسمى grandson he is her grandson هو حفيدها الذكر and his sister وأخته melody ماذا بالنسبة للجدة هي حفيدة أنثة is her granddaughter أي حفيدة number four his dad has a brother named martin أبوه لديه أخو يسمى martin martin is john's martin بالنسبة لجون هو ماذا هو john's uncle عم john هنا هذه اس نسميها اس الملكية إذن هو عم أو خال john number five martin's wife هنا martin قلنا أنه العم زوجته إذن martin's wife زوجة العم is named isabel اسمها isabel she is john's ماذا هي ماذا بالنسبة لجون هي john's aunt هي عم أو خالة john number six his uncle has has a son and daughter عم لديه ابن وابن they are john's cousins إذن هذا ابن العم وابنة العم بالنسبة لجون هم أبناء العم أو أبناء الخال ونسميهم cousins number seven in john's family في عائلة جون there are five children هناك خمس أطفال and six grown ups وست بالغ إذن في عائلة جون هناك خمس أطفال وست أشخاص بالغ ونسميهم grown ups والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية الدرس إذا عجبكم الفيديو وستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضعوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفاعلوا جرس التنبيه وشكرا